أيام قليلة تفصل الشمال السوري بمحافظة إدلب عن انتهاء المرحلة الأولى من بنود اتفاق سوتشي بين أردوغان وبوتين حيث من المفترض أن يكون الخامس عشر من الشهر الجاري موعداً لاكتمال خروج هيئة تحرير الشام من المنطقة منزوعة السلاح لتحل محلها قوات تركية روسية مشتركة ومع اقتراب هذا الموعد تشهد المنطقة توتراً أمنياً مصدره هيئة تحرير الشام وذلك من خلال قيامها بعمليات عسكرية ضد فصائل الجيش الحر الأمر الذي يبعث رسائل للطرفين التركي والروسي بعدم قبول الهيئة بذلك الاتفاق وهو ما يحرج تركيا باعتبارها الطرف المتعهد بتهيئة الوضع العسكري المناسب لتمرير المنطقة منزوعة السلاح ولأجل ذلك كشفت مصادر في المعارضة عن قيام أنقرة بإجراء جرد شامل لفصائل المعارضة المسلحة يتضمن عدد العناصر ونوعية السلاح وأسماء الفصائل على غرار ما حصل في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون ومن شأن هذه الإجراءات أن تخلق ظروفاً إدارية مناسبة في القسم الذي ستشغله مؤسسات المعارضة السياسية والعسكرية لكن موقف هيئة تحرير الشام يمثل النقاط الغامضة في سير هذا الاتفاق على النحو المقرر إذ يرى مراقبون أن إبقاء المنطقة في توتر أمني يصب في صالح نظام الأسد الباحث عن أي ذريعة تزيل عن روسيا الحرج في دعم عملياته العسكرية ضد إدلب بحجة القضاء على الإرهاب وبسبب حساسية المشهد في إدلب برزت دور الألماني الداعي إلى عدم حصل اتفاق سوتشي بين موسكو وأنقرة وإدخال أطراف أخرى كفرنسا وألمانيا وذلك من أجل توسيع دائرة الإحاطة الدولية بهذا الملف الذي سيكون لنجاحه أو فشله دوراً كبيراً في رسم مستقبل سوريا السياسي في المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر